مساء الخير عليكم جميعا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن انجاز ابن الاهلي اسحاق حلمي كأول مصري وعربي وافريقي يعبر المنش كان انجاز كبير انجاز عالمي واتكلمنا عن حصول الاهلي على الرعاية الملكية في يناير 1929 واصبحت الصحف تطلق على الاهلي لقب الاهلي الملكي وتم اطلاق اسم الامير فاروق على ملعب الاهلي واتكلمنا عن تغيير شعار الاهلي بعد الرعاية الملكية واصبح التاج والنصر على ارضية حمراء شعار بيحمل سمات الاهلي واتكلمنا عن اول رحلة خارجية قام بيها فريق كرة القدم بالنادي الاهلي رحلة لعب الاهلي فيها عشر مباريات في تركيا وبلغاريا والمانيا رحلة عملت دعاية كبيرة قوي لمصر وللنادي الاهلي للدرجة اللي خلت نادي ليفسكي سوفيا يحط علم الاهلي ضمن الاعلام الموجودة في دولاب كؤوس بطولاته مع اعلام الاندية الكبرى اللي لعب معها وتكلمنا كمان عن قرار الجامعية العمومية للاهلي بتعديل اختيار عزيز عزة باشا وكيل شرفي للاهلي ليصبح عزيز عزة باشا رئيس شرفي للاهلي وتكلمنا عن قرار تربوي خادته ادارة الاهلي سنة 1930 كان سبب في خسارة الاهلي لثلاثة من اهم لعبي لما اصدرت ادارة الاهلي قرار بفصل العضو محمد زاكي القرنفولي لاثارته للمشاكل بين اعضاء النادي وتضامن معا ثلاثة من اهم لاعبي فريق كرة القدم وهددوا بالانتقال للمختلط لو الادارة ما ترجعتش عن قرار فصله لكن الادارة رفضت تهدتهم ورحوا فعلا للمختلط وتكلمنا عن بطلات الاهلي في العقد الثالث من القرن العشرين واحتفال الاهلي باليوبيل الفضي عام 1932 واصدار كتاب تذكاري بالمناسبة دي كتاب شمل تاريخ الاهلي من يوم التأسيس ليوم الاعتفال كان اول كتاب يصدر عن نادي في تاريخ الانديه وختمنا الحلقة بالكلام عن اول مجلة تصدر عن نادي في مصر المجلة اللي اصدرها الاهلي عام 1933 ووعدناكم نتكلم في الحلقة دي عن المفاجآت اللي ذكرتها المجلة لكن قبل ما نتكلم عن مجلة الاهلي اللي صدر العدد الاول منها في اول نوفمبر سنة 1933 يهمنا نتكلم عن حدث تاريخي حصل في مطلع نفس السنة الحدث ده بيورينا قيمة وعظمة ومكانة الاهلي في فبراير سنة 1933 قرر فيكتور امانويل ملك ايطاليا يزور مصر وكان حدث كبير اوي في الوقت ده الملك فؤاد قرر اكراما للدفل كبير انه يعمل برنامج حافل بيتضمن زيارات لابرز الاماكن اللي بتشتهر بيها مصر ومن ضمن برنامج الاحتفال كان يوم رياضي في النادي الاهلي اليوم الرياضي ده تضمن طبور عرض وعروض رياضية لطلبة المدارس وكتبت الاهرام ساعتها ايه كانت الجزيرة امس مطمح انظار الناس في العاصمة وكان النادي الاهلي يلبس حلة من الزينة البهيجة ثم كان الشباب مصر يملأوا الانظار بلباسهم الابيض وسيقانهم العارية المشمرة عن الجد ما اشرقت رؤية الموكب حتى كان في انتظار جلالتهم كبار رجال القصر الملكي العامر وكبار رجال الدولة وقناصل الدول الاجنبية وحضرات اعضاء مجلس الشيوخ والنواب ولجنة الاحتفال وما اطل جلالة الملك وضيوفه الكرام من الشرفة الملكية على الملعب حتى صدحت الموسيقى بالسلام الملكي الايطالي ثم المصري والكل وقوف تعظيما واجلالا الاحتفال ده شارك فيه الرياضيين من ابناء الاهل ومعهم 2835 من طلبة المدارس مسلوا 77 مدرسة وتم تقديم هديتين للملكين واللي قدمهم البطل الاولمبي العالمي سيد نصير قيمة للنادي الاهل كبيرة وفي الوقت ده كان كبار رجال الدولة وعلى رأسهم الملك بيفتخروا بيه لانه كان النادي الاكبر في مصر النادي اللي نشأ نشأ وطنية خالصة كأول نادي مصري للمصريين النادي اللي سعى مؤسسه عمر بيك لطفي لنشر الفكرة في مختلف أنحاء مصر فظهر حوالي 25 نادي في مختلف محافظات مصر بنفس الاسم زي اهل الزائزيق واهل اسكندرية واهل قصيوت وبورسعيد وغيرهم وغيرهم زي ما قلنا لكم قبل كده وعشان كده كان الاهل معلم من معلم مصر بيفتخر بيه رجال الدولة وبيستضيفوا ضيوفهم لقضاء يوم كامل رياضي فيه اشتركوا في القناة